اشتركوا في القناة ادرت انها تفوز بالبطولة بعد مواجهة قوية جدا قدام لعبة دولة الهند خلينا نعرف اكتر تفاصيل عن البطولة وعن هايدي السيد وايضا مدربها محمود حفني شان نتكلم معها اكتر ونكلم عن هذا الانجاز صباح الخير عليكم نوررنا في صباح الخير والس مبروك هايدي انا هبدأ معاك اتشترك صغير قوي وانتي فعلا صغيرة انتي عندك 22 سنة ولسه بتدرسي واحنا عندنا كده في مجتمعنا انه البنات اللي بتلعب الفنون القتالية او الام ام اي احنا موضا دا مش متعارفين عليه قوي في المجتمع المصري بالنسبة لنا احنا البنت لازم تلعب ألعاب يعني رئيئة او بالظبط حاجات ألعاب خفيفة اما بنت عندنا تلعب ام ام اي برضو مش حاجة بالنسبة لنا احنا عارفينها كلمين بقى اصلا عن اختيارك الام ام ام اي وازاي قدرتي توصالي للمرحلة دي انا الاول كنت بالعب لعبة قتالية تانية بس ما كملتش فيها كتير بعد كده اتعرفت من خلال كابتن محمود على رياضة اسمها ام اي تب قللنا اي رياضة ام اي رياضة الام اي هي رياضة شاملة جميع انواع الالعاب الكتالية كلها البوكسنج والكيك بوكسنج والمواي تاي والججيتس والريسلينج والمصرعة هي ميكس من كل الالعاب دي عشان هي كده هي كده من اقوى الالعاب في العالم من اصعابها طبعا من اقوى الالعابة القتالية في العالم هي لعبة الام اي وده خلاني متحمسة اكتر ان انا لعبها واجربها بس انتي قلت اللي حمسك لي اللي عرفك عليها كابتن محمود انا مكتش اعرف اللعب نروح لكابتن محمود ونعرف منه ايه اللي شفته مميز عند هايدي علشان كده يعني كان فيه عندك نوع من انواع الاسرار وتدربها وتعلمها رياضة الام اي 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 اللعب بيبقى فيه طبعا مهمة جدا حيثة الاسرار ان هو ينجح طبعا بيتحدى بقى طبعا اي مشاكل بتقابله بيتحدى الصعوبات بيتحدى الاصابات اللعبة طبعا على قد ما اللعبة قوية بيبقى فيها طبعا اصابات رياضة عنيفة عنيفة لازم يقدر يتخطى الاصابات دي عشان يقدر يكمل في اللعبة يعني زي الشخص كده بيقولك انت عاد يقدر تكمل الطريق ولا لأ لما قدر تغلب على الاصابات دي بقدر اكمل وقدر انجح طبعا احنا لما خرجنا برى مصر فيه ناس كتير ما كانش عارفة ان فيه في مصر لعبة اقوية الحمد لله يعني هم تفاجئوا بالمستوى وتفاجئوا ان فيه في مصر بنات اقوية وبنات يقدروا ينفسوا في دورة عربية ودور طبعا اوروبية والحمد لله احنا كنا يعني قد المسئولية ولعبة وكذبة الحمد لله في الجوال الاولى وهيذي رفعت رأسنا بس اه الحمد لله